برلماني يكشف عن صفقة فساد للحكومة بقيمة تتجاوز 85 مليار ريال شركة نمساوية تسرح 200 من موظفي القطاع النفطي في شبوة وقوات الانتقال تواصل حصار مقر صندوق الصيانة الطرق في عدن اهلا بكم في اخبار الوحدة من يمن شباب والبداية من الملف الاقتصادي حيث كشف عضو في البرلمان عن صفقة فساد جديدة للحكومة في مشروع ممول بقرن كويتي بقيمة تتجاوز 85 مليار ريال عضو مجلس النواب علي المعمري قال ان الحكومة ارتكبت صفقة فساد جديدة في مشروع تجهيزات كليات المجتمع الممول بمبلغ 60 مليون دولار اي 87 مليار ريال وارد المعمري ثلاثة وثائق احداها صادرة عن رئيس البرلمان لرئيس الحكومة وتطالب المذكرات الثلاث بإيقاف تصرف بالمشروع وإيقاف المناقصة الدولية والخاصة اصدرت شركة او ام في النمساوية العاملة في حقل العقلة النفطي قرارا يقضي بتسريح 200 موظف اعتبارا من بداية العام المقبل على خلفية توقف تصدير النفط بسبب استهداف مليشي الحوثي للموانئ النفطية وافادت الشركة ان هذا القرار جاء نتيجة لتوقف الكلي لتصدير النفط والمبيعات منذ اكتوبر 2022 وبالتالي لم تتمكن من تحقيق اي ايرادات من انشطتها في منطقة الامتياز في قطاع استو وذكرت ان الشركة اضطرت لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتقليص وتخفيض القوى العاملة لديها والاكتفاء بالحفاظ على النشاط العمليات اللازم لصيانة وسلامة المنشآت تواصل قوات الانتقال المدعومة اماراتيا محاصرة مقر صندوق سيانة طرق المركز الرئيسي ومنع الموظفين من الدخول اليه في مدينة ايمى غرب العاصمة المؤقتة عدن لليوم الثالث على التوالي وطبقا لمصدر مطلع فان عناصر مسلحة تتبع الانتقال تواصل الانتشار بمحيط ادارة الصندوق ومنعت مدير الصندوق معين الماس بالمزاولة عمله بتوجيهات من وزير الاشغال العامة والطرق سالم الحريزي المصدر قال ان الحريزي يريد انفاذ قراره القاضي بتغيير مدير الصندوق معين الماس بقوة السلاح رغم صدور توجيهات من رئيس الوزراء بالغاء قراره وابقاء الماس في منصبه مشيرا لان الخلافة متعلق بصراع من لف المقاولات وارادات الميازين التابعة للصندوق نبقى في عدن حيث نظمت عشرات المعلمات وقفة احتجاجية في مدرسة الهمداني بمديرية تواهي رفضا لتحويل مرتبات الموظفين الى البنوك الخاصة المحتجات نددنا بقرار وزير المالية بشأن مرتبات موظفية دولة ورفعنا لافتات وشعارات تطالب وزير التربية بالتدخل العاجل لوضع حل جذري للمشكلة واعتبرت المعلمات عملية تحويل المرتبات للبنوك الخاصة إهانة للمعلم وجريمة قانونية وضع تقرير اللجنة البرلمانية النقاط على الحروف في تحقيقها المتصل بالمشاكل المستمرة لقطاع الكهرباء والذي ألقى بمزيد من المعاناة على السكان في عدن ومحافظات في جنوب وشرق البلاد غير أن تغول الفساد يقف على مسارة التصحيح ويعرقل جهود الإنقاذ لهذا القطع مع ظهور تقرير اللجنة البرلمانية إلى العلن مؤخرا طفت للسطح مؤخرا مشكلة قطاع الكهرباء التي استعصت على الحلول على مدى الأعوام الماضية بالرغم من استنزافها ميزانية سنوية مهولة تقرير اللجنة البرلمانية ذكر أن العاصمة المؤقتة عدن تحتاج إلى 570 ميجاوات كحد أقصى وتنخفض إلى 215 كحد أدنى فيما بلغت القدرة التوليدية الفعلية كحد أعلى 288 وتنخفض إلى 140 ميجاوات وفق إجابات مسؤولية الكهرباء في عدن سواء من الوزارة أو المؤسسة العامة للكهرباء وزارة الكهرباء أقرت بأن موازنتها لدى البنك المركزي 569 مليار ريال في 2022 فقط ولا يشمل هذا الرقم موازنة المؤسسة العامة للكهرباء ولا منحة الوقود السعودية في خطوة تكشف مدى التلاعب والعشوائية التي هيمنت على أداء قطاع الكهرباء وفشل الحكومة في إيجاد حلول دائمة وشاملة تكشف خفايا الفساد والتلاعب بخدمة الكهرباء عن وجود عشوائية وغياب للخطط الرشدة والشفافية في معالجة الأزمة كما يوضح أن الأزمة ليست أزمة موارد فحسب بعد استحواذ الكهرباء على 85% من إجمال موازنة الوحدات الاقتصادية وإنما تعود الإشكالية إلى غياب الإرادة والجدية من قبل المسؤولين لإنهاء معاناة الشعب اليمني وسكان عدن من العشوائية والعبث بموارد البلاد دفع هذا الفساد في قطاع الكهرباء اللجنة البرلمانية بالمطالبة بسرعة التحقيق مع المتورطين بتدمير كهرباء عدن والعبث بتريليونات الريالات المخصصة لها دون فائدة بل أدت إلى تدمير المحطات القائمة باستخدام الوقود الردي ومع هذا الفشل الحكومي تتواصل أزمات الكهرباء مخلفة تبعات جسيمة على المستويات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية للسكان في ملف الانتهاكات الحوثية ألزمت ميليشيا الحوثية عقال الحارات في صنعاء بجمع بيانات مالكية المنازل مع ممتلكاتهم وبيانات مالكية العقارات بشكل عام في خطوة وصفت بمرحلة فرض جبايات جديدة وبحسب سكان محليين فقد ألزمت الميليشيا كافة عقال الحارات في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها بسرعة جمع البيانات المذكورة ورفعها إلى مشرفية المناطق قبل إحياء ذكرى نكبة الواحد والعشرين من سبتمبر ويرى السكان أن ميليشيا الحوثي تسعى لفرض جبايات جديدة على مالكية المنازل منها فرض ضرائب وزكاة ودعم فعاليات معتمدة في التحصيل على مبلغ الإيجار الذي يتم دفعه لمالكيها من قبل المستأجرين حدمت ميليشيا الحوثي الرهابية منزل مواطن في أحد أحياء دمار باستخدام الجرافات بدريعة مخالفته للمخطط رغم وجود تراخيص الرسمية لمالكي المنزل بالبناء وقالت المصادر أن الميليشيا وعبر ما يسمى مكتب الأشغال العامة والطرق أجبرت أسرة كاملة على الخروج من منزلها في حارة الراجحي مستخدمة الجرافات في عملية الهدم وبيّنت المصادر أن المنزل الذي هدمته ميليشيا الحوثي يعود للمواطن علي الراجحي هدمته بذريعة أنه جرى بنائه في طريق عام في وقت يملك فيه المواطن ترخيص بناء رسمي من مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة أجبرت ميليشيا الحوثي بالكية المحال التجارية في البيضاء على تزيين محالهم بالألوان والأقمشة الخضراء استعداداً لاحتفالاتها الطائفية تحت غطاء المولد النبوي وألزمت الميليشيا كافة ملاك المحلات التجارية والمنشآت الخاصة بجميع فئاتها وأنشطتها بتجديد دهان الأبواب وتركيب ثلاث أضواء خضراء اللون أمام المحل إلى جانب طلاء برودورات الرصيف المحاذي للمحل والرصيف الوسطى للشارع العام بذات اللون كما ألزمتهم بتركيب لافتة قماشية خضراء اللون مقاس ثلاثة أمتار على واجهة المبنى تكتب فيها العبارات الخاصة بالمناسبة الطائفية لا تلقي ميليشيا الحوثية الإرهابية أي اكترات أو مبالات للتحذيرات الحكومية التي يقابلها صمت أممي ودولي شجعها على التصعيد أكثر والإمعان بشكل أكبر في خروقاتها للهدنة غير المعلنة مزيد من المكاسب المالية تحصدها الميليشيا في ظل تماهن من المجتمع الدولي ودولي الإقليم على حساب الشعب اليمني الذي لا يستفيد شيئا وصمت أممي إزاء تزايد الاعتداءات الحوثية والقصف على المدنيين في الداخل والتصعيد الحربي من طرف واحد الميليشيا رفعت وطيرة هجماتها على المدنيين وتصعيدها في الجبهات دون أي موقف من الإقليم أو المجتمع الدولي على الرغم من مطالب الشرعية للأمم المتحدة باتخاذ موقف رادعن ضد الخروقات الحوثية وعمليات التصعيد خلال اليومين الماضيين كثفت الميليشيا عملياتها العدائية مستهدفة المدنيين ومواقع قوات الشرعية بمختلف مكوناتها ففي تعز اندلعت معارك عنيفتنا في الجبهة الشمالية للمدينة بمنطقة عصيفرة إثر هجوم واستهداف الميليشيا مواقع الجيش الوطني بقذائف الهاون في محاولة اختراق أصدتها قوات الجيش ببسالة تزامن ذلك مع قصف حوثي بأربع قذائف هون على مخيم لنازحين بوادي الحناية غرب المحافظة مما أثار الهلع بين النازحين خاصة الأطفال والنساء في مخيمين يتعرضوا باستمرار للقصف والاستهداف وفي محافظة الأحج أصيب ثلاثة جنود في قصف حوثي بطائرة مسيرة استهدف نقطة أمنية في منطقة الحد بيافع وفي جبهة حارضة بمحافظة حجة أسقطت دفاعات الجيش طائرة مسيرة للميليشيا كانت مزودة بالقنابل في أكثر من محافظة وعلى جباهة القتال تصعيد حوثي عدائي ضد الجيش وضد المدنيين يقابل بصمت دولي مشجع للميليشيا ومكافأة اقتصادية لها كتوسيع الرحلات إلى مطار صنعاء والتي تصب في زيادة موارد الحوثيين المالية على حساب المواطنين الذين يرغمون على دفع مبالغ طائلة للميليشيا مقابل السماح بسفرهم عبر المطار دشنا وكيل محافظة ماربة الدكتور عبد الربو مفتاح عددا من المشاريع التنموية والخدمية في مجال المياه بمدريتي المدينة وحريب وأكد الوكيل مفتاح بأنه تم تدشين مشاريع شبكتين مياه في حي الشركة وحي الزراعة وإعادة صيانة شبكة المياه في حي الشركة وخزان مياه يخدم حارتي السلام والقصر في المدينة كما تم تأهيل شبكة المياه والخزان الرئيسي وتوسعة خط الضخ بمديرية حريب وأشار الوكيل مفتاح لأهمية هذه المشاريع في ظل تزايد أعداد النازحين في المحافظة وحاجة الناس للمياه النظيفة مشاريع شبكة مياه في عاصمة محافظة مارب وأيضا في مديرية حريب دشنا اليوم في حارة الشركة توسعت شبكة أربعة استمدت منها أربعة وثمانين ألف نسمة وأيضا اليوم في حارة الزراعة دشنا من خمسة وعشرين ألف نسمة من المال الصالح للشرب وأيضا تم تدشين خزان برجي يخدم حارة السلام وأيضا حارة القصر هذه المشاريع تأتي الحيوية والمستدامة يضل ظروف استثنائية من عدد سواء في تزايد عدد السكان في محافظة مارب من النازحين والمجتمع المضيف في ملف الانتهاكات الإرتيرية بحق السيادين أفرجت سلطات إرتيريا عن سبعين صيادا كانت قد اعتقلتهم في البحر الأحمر في ثاني دفعة إفراج عن صيادين معتقلين في غضون أيام وذكر رئيس جمعية الخوخة السمكية خالد أزرنوقي أن هذا الإفراج يأتي بعد أيام على إطلاق إرتيريا صراح مئة صياد كان جميعهم محتجزين في معسكر ترمة وأضح أن عمليات الاعتقال التي تعرض لها صيادون خلال يومين تعد الأكبر من نوعها وأنها تضر بمصدر رزق آلاف الأسر أعلنت شرطة المهرة ضبط أحد أخطر مروجي المخدرات في مدينة الغيظة وذكر في بيان نشره المركز الإعلامي للمحافظة أن وحدات أمن مكافحة المخدرات ضبطت المتهم بحوزة 90 جرام من مادة الشبو و55 حب كبتاجون بالإضافة لمبالغ مالية بعملات مختلفة في مدينة الغيظة وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة النقيب عارف العوب ثاني أن عملية الضبط جاءت بعد متابعة ورصد لتحركات الشخص المضبوط والذي يعد أحد أكبر وأخطر المروجين أعلنت منظمة دولية وصول أكثر من 90 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري منظمة الهجرة الدولية في تقريرها قالت إن مصفوفة النزوح سجلت وصول أكثر من 90 ألف مهاجر منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي وأكدت أنها رصدت وصول أربعة آلاف مهاجر أفريقي إلى اليمن في أغسطس بتراجع بنسبة 56% عن يوليو الماضي تهد النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها برلماني يكشف عن صفقة فساد للحكومة بقيمة تتجاوز 85 مليار ريال شركة نمساوية تسرح 200 من موظفي القطاع النفطي في شبوة وقوات الانتقال تواصل حصار مقر صندوق صيانة الطرق في عدن ختم النشر إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة